المجالات اهلا ومرحبا بكم في قناتكم في قناة مصر التعليم الفني واهلا وسهلا بكم مع اسرة نحن العسل ودكتور قدس بالقناة الحلقة دي تعتبر الحلقة اللي هي الختامية للمنهج كانت الحلقة اللي فاتت الحلقة دي تعتبر مراجعة على اللي احنا درسناه كله في الفصل الدراسي الاول طبعا قبل ما راجع لك اقول لك انت عاوز ايه من امتحان النحي امتحان النحل بتاع الفصل الدراسي الاول انت بمن خمستاشر درجة خمستاشر درجة يعني ستة عملي وستة نظري وثلاث درجات اعمال سنة طبعا الجزء العملي احنا درسناه في خلال الجزء النظري الجزء النظري اتكلمنا عنه بكل استفادة هنتكلم بقى النهاردة مراجعة عامة او المحصلة النهائية للي احنا درسناه في الفصل الدراسي الاول كله اتكلمنا في اول حاجة في الفصل الدراسي الاول اول درس وهو عصر عصر نحالة الزهبي عصر نحالة الزهبي ده اللي هو كان من الف تمنمية وخمسين لالف وتسعمية طبعا تعرفت ان العمل او اللي اكتشف الخلية الخشبية هو لانجستروس اه واخترع فيها الخلية الخشبية سنة الف تمنمية واحد وخمسين مليديا ماسكتش على كده لا فضلت الابحاث تتوالى على النحل وطبع وفضلت التطور النحالة بدأ عشان كده سميناه عصر النحالة الزهبي بعد ما كانوا في الاول خالص بربو النحل في خلايا الطينية اللي هي الخلايا البلدية جيلانجستروس عمل خلية الخشبية ذات الاطراط المتحركة سنة الف تمنمية واحد وخمسين زي ما قلتلك واكتشف المسافة النحلية وايه هي المسافة النحلية زي ما قدامك على الشاشة اللي هي تعتبر خمسة على ستاشر من البوصة اللي هي تعتبر نص سانتي يعني تقريبا كده نص سانتي اللي هي المسافة اللي بيتحرك فيها النحل بين البرويز آآ وممكن يتحرك ويتنقل من برواز الى اخر جي بعد كده العالم جوهانز مهرنج عمل الاساسات الشمعية الاساسات الشمعية اللي هي قلتلك بتحط فيه الاطارات وبتكون اقراس الشمع سنة الف تمنمية سبعة وخمسين جي بعد كده العالم هيروشكا عمل فراز العسل فراز العسل ده عمله سنة الف تمنمية خمسة وستين بعد ما كانوا هم بيتطلعوا براويز الشمع ويقطعوها ويعصروها زي الخلايا البلدية بالضبط فقالك انا عاوز استفيد بالبرويز الشمع دي استفيد بها اعملها مرة تانية ادخلها جوه الخلية مرة تانية يبقى يعمل الفراز بتاع العسل اللي يحط فيها البرويز وبيدور الفراز وبسط الطرد المركزي بتطلع بيطلع العسل من العيون السوداسية هنتكلم بعد كده طب ايه مصر عملت ايه بقى مصر سنة الف تسعمية سبعة وعشرين تم انشاء قسم النحل ودودة القز بوزارة الزراعة وسنة الف تسعمية تسعة وخمسين عملوا منطقة معزولة اللي هي بتاعة السلولات النقية من النحل الكرنيولي والنحل الايطالي طيب هتكلم بقى على الاهمية الاقتصادية لتربية نحل العسل هو النحل العسل ده ليه اهمية اقتصادية ليه اهمية اقتصادية اول حاجة الاهمية الاقتصادية لنحل العسل هتكلم على اهميته بالنسبة للنبات فيه اهمية اقتصادية لنحل العسل بالنسبة للنبات فيه اهمية اقتصادية لنحل العسل بالنسبة للانسان طبعا زي ما قلت لك أن العالم أينشتين قبل كده قال أن إذا اختفى النحل الإنسان أو الأرض مش هيكون عليها عيش الإنسان في خلال أربع سنوات هينقرض الإنسان في خلال أربع سنوات لأنه هينقرض النبات بمعنى آخر أن النحل هو الحشرة الوحيدة أو أكتر أحسن حشرة بيتم بوسطها التلقيح الخلطي بالنسبة للنبات نحن عارفين طبعا أن بالنسبة للنبات فيه تلقيح خلطي وتلقيح ذاتي التلقيح الخلطي بتعتمد عليه أكتر النباتات التلقيح الخلطي بيتم بكذا طريقة أهم هذه الطرق الحشرات ولأوا أن نحلة العسل هي بيعتمد تلقيح 80% من النباتات اللي بتعتمد على التلقيح الخلطي في تكاثرها على نحلة العسل يبقى لو ما فيش نحلة عسل يبقى مش هتلاقي نباتات على وجه الأرض في خلال أربع سنوات طيب ولقوا أن النباتات اللي هي بتلقيح بيتم تلقيح أظهرها بوسط نحلة العسل بيزيد إنتاجها يعني مثلا قلت لك أنا قبل كده لو تفتكر معايا في أول حلقة في الحلقة الافتتاحية قلت لك أني لقوا أني شجرة التفاح في أمريكا بتجيب 12 كيلو لو ما تلقحتش لو ما تمش تلقيح أظهرها بوسط نحلة العسل أما لما يتم تلقيح أظهرها بوسط نحلة العسل بتجيب 125 كيلو وكذلك كل النباتات عشان كده بياخدوا خلايا النحل ويحطوها في الحقول عشان يزود إنتاج المحاصير الزراعية يبقى دي أهميته بالنسبة للنبات لأنه بيعتمد النبات في تلقيحه الخلطي على حشرة نحلة العسل لما فيها من مواصفات كتيرة جدا مش موجودة في باقي الحشرات الأخرى طيب بالنسبة لأهمية نحلة العسل للإنسان إيه؟ أهمية نحلة العسل للإنسان بيجيب لنا نحلة العسل أو بيطلع نحلة العسل للإنسان منتجات كتيرة منها العسل حبوب اللقاح غزة الملكات بيروبليس يبقى ده كلها منتجات النحلة بيجيبها وبتفيد إنسان يعني مثلا هكلمك على العسل اللي هو بيعمله النحل من رحيق الأزهار بيعالج أمراض كتيرة جدا لأن ربنا قال فيه شفاء للناس بيعالج أمراض الكرحة كرحة المعدة والإثنى عشره بيعالج عسر الهضم بيعالج أمراض كتيرة جدا بيعالج الحروق بيعالج كمان بيحتوي على فيتامين كاف بيحتوي لمرضى السكر كمان بيكون العسل مفيد جدا لو خد معلقة مريض السكر لو خد معلقة عسل الصبح على كباية مية وشربها ده بينشط البنكرياس إن هو ينتج الإنسولين الطبيعي يبقى مفيد لمرضى كمان السكر يبقى ده أول حاجة بالنسبة للعسل وكمان بيدخل في تركيب كتير من أدوية السعال بيقوي عضلات القلب بينظم الضغط يبقى ده كله فوايد العسل بس العسل إيه مش عسل المخشوش بقى العسل اللي هو الطبيعي اللي هو النحل بيعملوا من رحيق الأزهار طيب بيعمل إيه كمان نحل العسل بالنسبة لفايدة أهميته الاقتصادية بالنسبة للإنسان بيعمل بيعمل حاجة اسمها جزا الملكات وكلمتك عنها جزا الملكات ده بيعالج الأنامية بمقوع عام للجسم بينشط الزاكرة ده جزا الملكات يبقى دي كلها فوايد كتيرة جدا بالنسبة لنحل العسل آآ وفايدته وأهميته الاقتصادية بالنسبة للإنسان بيجيب ايه كمان من برة بيجيب نحل العسل حبوب اللقاح حبوب اللقاح اللي هي بتقوي المناعة في جسم الإنسان بيعمل سم النحل أو بينتج سم النحل سم النحل ده بيستخدم لعلاج كثير جدا من الأمراض آآ بغصة بغصة لسع النحل ودلوقتي بقى عملوها أمبولات أمبولات كده وبتاخد زي حقن كده اللي هي سم النحل بتعمل ايه بتعالج الرماطايد بتعالج ألام المفاصل بتعالج عرق النسا بتعالج الأمراض الجلدية زي الطفح الدملي بتعالج الزئبة دي كلها علاجات آآ من منتجات نحل العسل آآ بيفيد كمان سم النحل في نقص المناعة بتزود المناعة بتاع الجسم الإنسان آآ بيعالج خفض آآ ضغط الدم ده كلها آآ الهمية الاقتصادية لمنتجات نحل العسل بالنسبة للإنسان البروبليس البروبليس اللي هو بيجيبه من على الأشجار وخلي بالك البروبليس ده تمن كيلو بروبليس واحد عشان اقول لك بقى يعني مش شرط ان تتربي نحل العسل عشان العسل بس لا يبقى كل المنتجات دي يعني تمن كيلو بروبليس واحد بيعادل تمن مية وخمسين كيلو عسل بيعالج بيعادل كام بيعادل تمن مية وخمسين كيلو عسل من أهميته ومن فايدته بالنسبة للإنسان ده بيعالج حاجات كتير جدا بيعالج آآ بيخلي آآ عدم نمو الخلايا السرطانية في الجسم بيعالج السرطان بيعالج كرح الفم وكرح المعدة يبقى دي كلها فوايد من منتجات نحل العسل يبقى وانت بتربي نحل العسل مش شرط بقى ان انت عشان تجيب منه او عشان يعمل لك عسل بس بيعمل لك كل منتجات دي هعمل لك كل منتجات دي وهتعرف ان انت تجمعها بان ان انت تكون دارس الحاجات دي وهتدرسها بتوسع ان شاء الله في الصف التالت انا قلتلك نبزة كده مختصرة عن استخدامات هذه المنتجات بتاعة نحل العسل طيب هتكلم بعد كده او اتكلمت بعد كده على افراد طائفة نحل العسل افراد طائفة نحل العسل اللي قلتلك ان هي بتتكون من ثلاث انواع من الافراد اللي هي الملكة والشغالة والزكر هي قدامك على الصورة الملكة وقلتلك مواصفاتها وقلتلك اعمالها والشغالة والزكر الملكة قلتلك ان هي اه وظيفتها اه وضع البيض وافراز مادة الملكة قلتلك هي الانسة اللي موجودة الكاملة الاعضاء التناسلية في طائفة نحل العسل وقلتلك ان عمرها بيبقى من سنتين لخمس سنين اه وتكلمت وتكلمنا برضو على دورة حياتها وهنقولها برضو دورة حياتها برضو انا بذكرك ده كله باللي احنا درسناها قلتلك الشغالة هي اصغر افراد الطائفة يبقى الملكة هي اكبر افراد طائفة الشغالة هي اصغر افراد الطائفة حجما وهي المسؤولة عن كل منتجات نحل العسل وهي المسؤولة عن اعمال اعمال داخل الخلية وليها اعمال خارج الخلية يبقى انا شغلت نحل العسل اعمال داخل الخلية اذا كان تنظيف خلية اذا كان تغذية الملكات الملكة اذا كان تغذية اليرقاط اذا كان اه انتاج الشم ده كلها اعمال داخلية اذا كان حراسة الخلية اه ازا كان استلام الرحيق من الشغلات اللي هي جاي جاي بل رحيق الازهار من بره وتعمله عسل اه ده كله اعمال داخلية بتكون بيها الشغلات والاعمال الخارجية بتجيب من بره ايه يعني بتعمل بره ايه بتاع بتجيب بروبوليس بتجيب المية اه بتجيب حبوب اللقاح بتجيب رحيق الازهار يبقى دي الحاجات اللي بتجيبها من بره ودي الحاجات اللي بتعملها داخل الخلية اه قلنا الشغالة الشغالة عمرها من اسبوعين لتلت شهور في اوقات بيبقى اسبوعين لحد تلت شهور وفي اوقات تلت شهور اللي هي فصل الشتاء بتبقى قعدة من الشغالة بقى زي ما كلمتك على الاعمال دي لان بيجي لك سؤال في كده اعمالها ايه مدة حياتها ايه عمرها كام يعني عمرها يتروح من كام لكام اسبوعين كده قلت لك الفرد وعددها داخل الخلية او داخل الطائفة بيبقى بالالاف يعني بيوصل في موسم النشاط لستين الف شغالة داخل الطائفة طيب قلت لك برضو على زكر النحل وزكر النحل ده اه بيعتبر انه مكتمل برضو الاعضاء التناسلية ويعتبر وظيفته هو تلقيح الملك العزراء فقط ملوش اي وظيفة تاني غير كده اه وهو اضخم فرد في الطائفة طيب اتكلمت بعد كده على دورة حياة الافراد دورة حياة الافراد اول حاجة تعرفها من دورة قبل ما تعرف دورة حياتها لازم تعرف ان تطور النحل تطور كامل او تام يعني ايه يعني بيضة ياركة عزراء حشرة كاملة يبقى ده التطور كامل او التطور التام يبقى التطور التام او التطور كامل بيضة بتطلع منها ياركة اليركة تتحول الى ازراء الى ازراء تتحول الى حشرة كاملة طيب الملكة دورة حياتها بتستق حوالي خمستاشر يوم او بالزبط خمستاشر يوم طيب دورة حياة الزكر اربعة وعشرين يوم دورة حياة الشغالة واحد وعشرين يوم وانت دراست الحاجات دي طيب اتكلمت بعد كده على حاجة اسمها مجموعات النحل مجموعات النحل مجموعات النحل قلتلك عنها ان هي اول حاجة النحل مجموعة النحل الانفرادي مجموعة النحل الانفرادي ده بيعيش سكونه بيبقى على هيئة بيت بيكون عبارة عن زكر وانسة بيتواجدوا في الربيع والصيف والخريف بينتهي حياتهم بنهاية الخريف بيكون سكونهم زي ما قلتلك على هيئة بيلد طيب بعد كده النحل شبه اجتماعي او بيسمى النحل الطنان ده بيعتبر عبارة عن زكر وانسة وشغلات بيكون سكونهم برضو في نهاية الخريف على هيئة ملكات بعد كده الحاجة بقى اللي انا بربيها النحل الاجتماعي النحل الاجتماعي ده فيه منه نحل عسل غير مستقنس اللي هو الجبلي ونحل عسل مستقنس اللي هو الشرقي قدامك اهو والنحل الاوروبي او النحل الغربي والعالمي الاوروبي اللي هو احنا بقى بن ربي بقى اللي هو او الغربي يجي يقول لك النحل الاوروبي يجي يقول لك النحل الغربي يجي يقول لك النحل العالمي هو كله زي بعض اللي هو ايه اللي هو زي سلالة النحل بسلالات بقى كتير زي سلالة النحل المصري سلالة النحل الايطالي سلالة النحل الكرنيولي سلالة النحل القوقازي طيب بعد كده كلمتك على لغة النحل قلتلك فاكرها انت قلتلك النحل ليه لغة زي الانسان اه ليه لغة زي الانسان بيتعامل ازاي بيتعامل باللغة أول اللغات بتاعة النحل وهي لغة الرقص الرقص ده إما أنه يكون رقص دائري أو رقص اهتزازي وقلت لك بيستعمل إمتى الرقص الدائري وبيستعمل إمتى الرقص الاهتزازي اللي هو بينبه بالشغلات أنه فيه مصادر الرحيط بره موجودة على بعد كام يبقى إما بيعمل رقص دائري أو رقص اهتزازي بعد كده فيه لغة تاني اللي هي اللغة الكيموية وهي لغة إفراز الفرمونات بتفرز فرمون زي الملكة كده تما تفرز فرمون الفرمون ده بتاع الملكة أو مادة الملكة أنا قلت لك أن وظيفة الملكة إيه وضع البيض وإنتاج مادة الملكة مادة الملكة اللي هي اللغة الكيموية دي بيتعامل بيها بالنحل وبيأثر بيها على النحل اللي هي الملكة بتأثر بها عن نحل بتاعه داخل الطائفة يعني ايه يعني بيعرف الشغلات بعضهم ببعض بالرائحة دي بيعرف الشغلات بالملكة بتاعتهم الريحة دي كمان اللي هي فرمون الملكة ده بيعرف الشغلات بيقفل مبيض الشغلات عشان الشغلات مضبطش المادة الفرمون الملكة ده كمان بيهيئ الزكور للطلقيح يبقى هي دي كلها اللغة الكيموية في بعد كده لغة تاني للنحل وهي إحداث لغة إحداث الأصوات ودي بتحدث ليه الملكات اللي هي لما تيجي تطلع جديد بيطلع منها أصوات طيب بعد كده اتكلمت على سلالات النحل المربى في مصر وقلت لك أول سلالة اللي هي النحل المصري وقلت لك على مواصفاته ملكة النحل المصري مميزات النحل المصري اتكلمت لك عنها وقلت لك فيها أن شغلاته نشيطة في جمع الرحيق وحبوب اللقاح وقلت لك أنه شرس للطباع وقلت لك أنه قليل التعرض للتوهان وقلت لك أنه مقاوم للأمراض وقلت لك أنه لا يميل لجمع البروبليس ولا يميل لجمع البروبليس ده البروبليس جمعه أو عدم جمعه ممكن يكون عيب وممكن يكون ميزة عيب لأنه هو البروبليس ده بيدايق النحال وهو شغال بيلزق الأقراص في الخلية في بعضها وممكن أنه هو يكون ميزة لأنه بياخد البروبليس ده زي ما قلت لك منتج من منتجات النحل اللي هو غالي السمن جداً اللي هو الكيلو منه بيساوي أو بيعادل 150 كيلو عسل طيب في ميزة تانية اللي هو بينظف نفسه من أكاروس البروة وأكاروس البروة ده طفيل بيكون خارجي على النحل نفسه فهو بيقدر أنه هو ينظف نفسه من أكاروس البروة ليه صفة الدفاع المستميط عن الطائفة أما عيوب النحل المصري بقى أول حاجة أنه هو بيميل للتطريد كمية العسل اللي بينتجها قليلة ليه قليلة لأن النحل المصري ده نحل صغير الحجم صغير الحجم في معدته صغيرة فالعسل اللي بيجيبه كميته قليلة في بعد كده شغلاته شرسة زي ما قلتلك شرسة جداً وميالة للسع لا يتجمع في فصل الشفتاء للمحافظة على درجة الحرارة اللازمة لحياة الطائفة يعني إيه؟ زي ما قلتلك في التشتية برضه أن النحل بيعمل مجموعتين مجموعة لتوليد الطاقة ومجموعة للحفاظ على هذه الطاقة بيكونوا محاطين بالملكة بتاعتهم وبيولدوا طاقة والمجموعة اللي هي من الخارج هي اللي بتحافظ على درجة هذه الحرارة لتدفئة فئة الطائفة في فصل الشتاء النحل المصري ما بيجيتش العملية دي ما بيعرفش يعملها كويس طيب لا يميل لجمع البروبليس وأنا قلتلك ممكن يكون عيب وممكن يكون ميزة قلتك هنتكلم بعد كده على النحل الإيطالي وهي سلالة تانية من النحل اللي هي النحل الإيطالي هذه الملكة بتاعته هي بيكون كبير الحاج دائماك مميزات النحل الإيطالي إنه هو هادي الطباع في النحل المصري قلتلك شرس الطباع مميزات النحل الإيطالي إنه هو هادي الطباع بعد كده قليل الميل للتطريط النحل المصري بيميل للتطريق خلي بالك انا عاوزك تعمل على طول مقارنات في دماغك لان بيجي لك ده سؤال في الامتحان بيميل لتربية الحضرة في بداية الربيع عشان تستمر لحد الخريف ودي ميزة ممتازة جدا عشان النحل بتاعك يفضل قوي في فصل الخريف عشان يدخل في فصل الشتاء وبيكون قوي عشان يطلع من فصل الشتاء كمان قوي يطلع على موسم الربيع بعد كده بينتج شمع ناصع البياض ومن الصفات الكويسة بتاعت انتاج الشمع اللي هو بيكون ناصع البياض طيب ولكن برضه انا هقول لك معلومة الشمع لما تيجي اه تاكله او للمستهلك اساسا هو بيحب الشمع ناصع البياض ولكن الشمع اللي هو بيبقى غامق شوية ده برضه كويس كويس ليه لان عليه بروبوليس عليه نسبة من البيض بيبقى غامق البيض بيدي له غمقان شوية وده بيبقى مضادات اكسادة داخل جسم الانسان طيب بينتج نحل الايطالي محصول وافر من العسل او محصول وفير من العسل ليه لان قلت لك النحل الايطالي بيكون حجمها كبير فالمعدة بتاعتها كبير ولكن هتيجي بعد كده تشوف العيوب بقى بتاعته عيوب النحل الايطالي اول حاجة اول عيب ان هو شديد الميل للسارقة يا بيحدث سارقة في النحل بيحدث سارقة في النحل الطائفة القوية بتدخل تسرق العسل من الطائفة الضعيفة النحل الايطالي شديد الميل للسارقة وشديد الميل للسارقة ليه لان هو لا يحكم غلق العيون السوداسية اللي هو بيخزن فيها عسل ما بيقفلهاش كويس طيب من العيوب تاني بتاعت نحل الايطالي لا يتحمل شدة البرودة من العيوب تاني بتاعت نحل الايطالي بيجمع البرودة بكاثرة وان هو كثير التوهان وان بيستهل الكثير من العسل اللي بيخزنه طيب هنتكلم بقى عن النحل الكرنيولي النحل الكرنيولي هنتكلم على مميزاته ان هو كبير الحاج هادي الطباع طيب انت من المواصفات اللي انا قلتها لك دي كلها انا بقول لك مواصفات ليه وبقول لك العيوب والمميزات بتاعت السلالات ليه عشان لما تيجي تربي نحل لما تروح تشتري نحل تبقى عارف انت هتشتري ايه تبقى عارف السلالة اللي انت بتشتريها بتكون مميزاتها ايه وبتكون عيوبها ايه يعني النحل الكرنيولي ده قلتلك كبير الحاج قلتلك هادي الطباع بعد كده ان هو بيتحمل برد الشتاء غير طبعا النحل الايطالي وغير النحل المصري اللي هو ما بيعملش التدفئة بتاعة الخلية بصورة جيدة لا يتعرض للتوهان قلتلك النحل الايطالي بيتعرض للتوهان طيب انا عاوزك تعمل مقارنات كده على طول في دماغك بيكون قليل استهلاكه للعسل في الشتاء هو العسل اللي هو بيخزنه في ساعة موسم الربيع وانت بتسيبهوله عشان يتغذى عليه في الشتاء هو بيكون استهلاكه للعسل ده قليل بعكس النحل الايطالي النحل الايطالي بيستهلك العسل كتير اللي هو موجود طيب بيكون الشمع بتاعه ناصع البياض يعني ابيض من اكتر من البياض بتاع الشمع اللي بيطلع من النحل الايطالي لا يميل لجمع البروبليس عيوب النحل الكرنيولي بقى كلمتك عنها برضو وقلتلك انه هو ميال للتطريد والتطريد دي ظاهرة من الظواهر الضارة الطبيعية التي تحدث في المنحة البتاعك وانت لازم تتصدى للتطريد ولازم تعرف امتى هذه الطائفة هيحصل فيها تطريد وامتى ممكن انت تتغلب على التطريد ده ازاي بعد كده له قابلية عالية للاصابة بالامراض بعكس النحل المصري مقاوم للامراض دي المقارنات على طول اللي احنا بنعملها لا يميل لجمع البروبليس يبقى ده اللي هي المجموعات النحل وسلالات النحل اللي هي مرباة في مصر طيب قلتلك برضو المنحة اللي هو عبارة عن ايه هو المكان المستديم اللي بيطع عليه خلايا ايه هي الخلية الخلية دي هي مسكن النحل نفسه النحل هو ايه طائفة بدون ملكة الطائفة هي ايه زي ما قلتلك هي ملكة ومئات الزكور والاف الشغلات طيب هنتكلم بقى على انواع المساكن بتاعت النحل دي اللي النحل بيعيش فيها اول حاجة قلتلك عنها اللي هي الخلايا البلدية بعد كده قلتلك الخلايا الخشبية اللي هي مين اختراعها هاي برافو عليك مين اللي قال لانجسروس اللي اختراعها لانجسروس اللي قلتها لك في اول اللي هو في عصر النحلة الزهبي سنة الف تمنمية واحد وخمس والف تمنمية واحد وخمسين اه الخلايا الخشبية ذات الاطارات المتحركة افتكر معايا على طول النحل زي ما قلتلك كله مرتبط ببعض طيب اتكلمتك برضو على مميزات استعمال الخلايا الخشبية اتكلمتك ان هي سهلة التنظيف والفحص ايجاية التهوية لا تتأثر بالتقلبات الجوية بتستخدم الاقراص اكتر من مرة فيها بزيادة او تقليل ادوارها حماية النحل من الاعداء الحيوية سهولة ودخول دخول وخروج النحل اتكلمنا بعد كده على الهدف من تربية النحل ايه الهدف من تربية النحل الهدف من تربية النحل اما ان هو يكون للهواية او لتلقيح المحاصيل او للبحث والدراسة او للتجارة بعد كده اتكلمنا على فحص الطواقف وهي اول مهارة عندك في المهارات العملية هي فحص الطواقف وانا قلتلك قبل كده واحنا بنشرح فحص الطواقف قلتلك هي اهم عملية نحلية بيقوم بها النحال لاني ماسك النحل كله الفحص ده ماسك النحل كله يبقى من شروط الفحص اللي قلتلك عليها ان هي لازم بتختار اليوم المناسب في الفحص مش اي يوم بتفحص فيه وفحصك في الشتا يبقى فحص ايه برضو عشان اللي ما تبعش معايا فحص يعني كشف انت رايح تعمل فحص شامل عند الطبيب انت بتعمل فحص للطواقف يعني بتكشف عليها بتكشف على الطواقفة كلها بتكشف على ايه بتكشف على الملكة موجودة ولا مش موجودة بتكشف بتعرف افراد الطواقفة اللي موجودين جوه بتشوف سلامة النح بتشوف فيه غزاء موجود ولا ما فيش داخل الطواقفة بتاعتك اللي انت بتفحصها بتشوف فيه امراض ولا ما فيش بتشوف حالة النحل ايه بتشوف الظواهر اللي هي الغير مرغوبة الطبيعية الغير مرغوبة اللي هي ممكن تحصل في الطائفة بتاعتك دي كلها من ادي مثلا بتشوف البيض بتتأكد على وجود البيض طالما اني موجود بيض اهو قدامك اهو في الصورة طالما موجود بيض في الطائفة يبقى موجودة الملكة يبقى كمان ده هيخلينا اقولك ازاي تستدل على وجود الملكة او عدم وجود الملكة اي دي حضنة موجودة حضنة عندك بتشوف الحضنة كده في الطائفة بتشوف كمان اي ده شكل تاني لما الحضنة كبرت شوية لما اليرقاط كبرت اغراض الفحص ايه زي ما قلتلك هي مشاهدة الملكة والتأكد من وجودها وسلامتها بتتطمن بقى على كل حاجة زي ما قلتلك بتقوم بالعمليات النحلية برضو من خلال الفحص او بتضيف وبتزيل اقراس وبترتبها برضو بترتب الاقراس طب بتضيف امتى اقراس وبتزيل امتى الاقراس بتضيف الاقراس في موسم الربيع او في موسم الفيد لما بتلاقي النحل عاوز براويز عشان يشتغل فيها لما تلاقي الملكة عاوزة براويز عشان تضع فيها البيض يبقى ده كله بتحط اقراس يبقى بتزيل الاقراس طيب امتى بتزيل بقى الاقراس امتى بتحوش الاقراس في فصل الشتاء لما بتعمل تشتية للنحل زي ما قلتلك برضو ان انت بتضيف بتضيق على النحل عشان يدفع يبقى بتحوش الاقراس الفارغة اللي هي مش مليها النحل من الجهتين يبقى دي كلها اغراض الفحص بتاع الطواقف طيب ملابس النحال قلتلك عليها والادوات بتاعة الفحص ملابس النحال هو القناع والكفاز والافرول ادوات الفحص قلتلك المدخن والعتلة والفرشاة دي كلها انت بتستعملها ساعة الفحص خطوات الفحص ده الجزء بقى العملي اللي انت بتبتحم فيه العملي اول حاجة اشعال المدخن وارتداء ملابس النحال بعد كده الوقوف على احد جانبية الخلية التدخين على باب الخلية ورفع الغطاء الخارجي والتدخين على قمة الاقراس استخراج الاقراس ورحصها من الوجهين وقلتلك انا شرحتلك ازاي بتفحص البرواز او الكورس من الجهتين طيب شروط الفحص بقى زي ما قلتلك اللي هي اختيار اليوم المناسب يعني في الشتاء ما بتفحص ما بتدخلش المنحل عشان تفحص في الصبح بدري بتفحص مثلا من الساعة 10 للساعة 3 بعد الضهر يبقى ده وقت ان انت بتفحص فيه وفي الصيف او في الربيع بتفحص في الصباح الباكر او بين العصر والمغرب يبقى دي كلها موعيد الفحص اللي انت بتدخل بتفحص فيها بترتدي ملابس النحال وبالاخص بالنسبة للمبتدئين كمان في الافرولد من تحت خالص الرجل بتاعته بتحبطله كبسين عشان خاطر ما يدخلقش منه النحل هدوء النحال وانت بتفحص لازم تكون هادئ هادئ الطباع ليه؟ عشان النرفزة بتاعتك بتزيد افرازك للعرق والنحل ما بيحبش ريحة العرق فهيشم نحل ريحة العرق يبقى هيكون شرس عليك يبقى مش هتعرف تفحص عدم استخدام العطور لان برضو هيهيج النحل هيخلي النحل ييجي عليك يبقى ما تستخدمش عطور ما تدخنش تدخين شديد على الطائفة يبقى دي كلها شروط لازم تراعيها وانت جاي تفحص طب انت ما بتدخنش تدخين شديد ليه؟ والمفروض التدخين بيكون بسيط التدخين الشديد ده بيخلي النحل شارس كمان بيعمل شراسة للنحل ليه بقى؟ ان النحل بيحس ان هو ده ده اتجاه من الاتجاهات او تفسير من التفسيرات اللي قالوها النحل بيحس ان فيه حريقة قيمة فيه الطائفة بتاعته فبيحاول يطلع بيطلع عليك انت وانت واقف زي ما قلتلك برضو من الاحتياطيات اللي انت لازم تاخدها ان انت ما تقفش قدام باب الخلية ليه؟ لان انت هتعوق دخول وخروج النحل قلتلك كمان ان انت تخلي الشمس فيه ضهرك وانت واقف تفحص قلتلك كمان ان البرواز اللي انت بتفحصه يبقى فوق الخلية عشان خطر لو الملكة كانت على هذا البرواز ووقعت منك ووقعت من البرواز ده هتقع داخل الخلية على طول وقلتلك كمان انت ازاي او او ازاي تتأكد من وجود الملكة تتأكد من وجود الملكة من حاجتين ان انت وانت بتفحص تتأكد من وجود الملكة واحد قال لك اللي بيفحص معك قال لك الملكة مش موجودة انت قلت لأ الملكة موجودة قال لك طب تستدلت بايه على وجود الملكة تستدل على وجود الملكة من وجود بيض في العيون السوداسية وانت عارف شكل البيض بيكون في اليوم الاول عمل ازاي واليوم التاني ويوم التاتي يعني في اليوم الاول بيبقى واقف عمودي في قاعة العين السوداسية البيضة بيكون في اليوم التاني يعني انت بتفرس كده او بتفحص وبتقوله ان البيض ده هي بيضة لسه النهاردة عرفت ازاي لان انت لقيت البيض اللي موجود في وضع رأسي وملتصق بالعين السوداسية طب لقيته ماي واخد زاوية خمسة واربعين درجة يبقى انت بتقوله ان الملكة دي بوضع تنبارح يبقى الملكة ممكن تكون موجودة لقيت ان البيض واخد شكل افقي داخل العين السوداسية اعرف ان هي هيفقص النهاردة لان ده تلت ايام البيضة وبعد كده بتفقص فتستدل على وجود الملكة في ايه بان موجود بيض وتستدل كمان على وجود الملكة ان النحل بيكون هادي لان النحل لما الملكة تكون موجودة بتاعته في الطائفة بتاعته هو بيبقى هادي النحل لو ما كانش هادي النحل اعرف ان الملكة ممكن ما تكونش موجودة يبقى داب تستدل على وجود الملكة بكده طب كيف تستدل على عدم وجود الملكة كيف تستدل على عدم وجود الملكة ده سؤال برضو بييجي يبقى بييجي من شقين كيف تستدل على وجود الملكة كيف تستدل على عدم وجود الملكة اذا كان موجود امهات كاذبة اعرف ان الملكة مش موجودة اذا كان موجود بيوت ملكية اعرف ان الملكة مش موجودة اذا ما كانش موجود بيض اعرف ان الملكة مش موجودة اذا كان النحل مش هادي اعرف بيتحرك بحركة عصبية داخل الخلية اعرف ان الملكة مش موجودة يبقى ده كل حاجة عن الفحص والفحص ده مهم جدا وعاوزك لو مش فهم حاجة فيه ارجع لحلقة بتاعتنا او عملنا حلقتين على الفحص طيب اتكلمنا بعد كده على مهارة تانية وهي مهارة التشتية وقلت لك ان التشتية ده ما كهي مراحل التشتية تلات مراحل تشتية على المنحل وتشتية على الخلايا وتشتية على الطواقف وقلت لك ان التشتية معناها ان هي كل الاجراءات اللي بياخدها النحال للخروج بسلامة من فصل الشتاء او للتدفئة النحل في فصل الشتاء النحل بيدفي نفسه ولكن ممكن يكون البرد شديد يبقى انت لازم تعمل اجراءات تشتية يعني ايه اجراءات تشتية على المنحل ان تكون فيه بصدات رياح تتأكد من وجودها او تعملها بيكون موجود حسر من ناحية من ناحية الغربية والناحية البحرية او اللي هي الشمالية عشان خاطر يمنع طيارات الهوى اللي هي تيجي زي مصدات رياح بالزبط بترفع المظلات اللي هي على المنحل يبقى دي كلها تشتية على المنحل طب تشتية على الخلايا ان انت بتعمل الخلايا على الوضع اجزاء الخلايا بتعملها على الوضع الشتوي باب الخلايا بتخليه تلاتة سنطي يعني بتضيقه عشان ما يدخلش طيارات هواية بتخلي الباب الخلايا متجه ناحية الجنوب الشرقي عشان خاطر تدخل فيه الشمس يبقى دي كلها تشتية على الخلايا طب تشتية على الطواقف بتعمل ايه تشتية على الطواقف بتحوش الاقراس الزيادة وتخزينها تخزين جيد عشان دوت الشم بتعمل خيش بتحط طبقة من الخيش على قمة البرويز يبقى دي كلها اجراءات على الطواقف طيب ادي ده المنحل قدامك رفعنا المظلات اللي عليه عملنا الحسرة من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية حشنا الحسرة اللي هي المظلات اللي موجودة على المنحل عشان تيجي اشعة الشمس ستنزل على النحل تدفي طيب ادي التشتية اللي عملتها في الخلايا حطيت خيش ديقت باب الخلية قدامك بعد كده اتكلمت على حاجة مهمة جدا وهو الجزء التاني والمشروع التاني من مشاريع من المشروع المشروعين اللي انا قدمتهم لك في المادة بتاعدتها لان المادة بتاعدتها اسمها تربية نحل العسل ودود القز وقلت لك ان دول مشروعين من المشروع الصغيرة اللي بتنادي بيهم الدولة اللي مش يكلفوك مبالغ كبيرة ولكن العائد بتاعهم هيكون عائد كبير قلت لك وقلت لك نحل العسل بيطلع لك أشهل مأكلات ودود القز بقى بتطلع لك أفضل أنواع الأقمشة اللي هو الحرير الطبيعي المتر بيوصل فيه ممكن لألف جنيه وألف ومتين وألف وثلتمية ملبس الملوك اللي هو لباس الملوك طيب الحرير عبارة عن ايه الحرير ده عبارة عن أحد الألياف الحيوانية اللي بينتج بوسط الددان الحرير طيب عبارة عن ايه الحرير ده برضو عبارة عن حاجتين سائل بريتيني اللي هو اسمه الفيبروين ده بيفرز من غدتين موجودين على جانب اليركا بيتجمد أول ما بيشم الهواء أو عندما بملمسة الهواء بيتجمد هذا الخيط على طول طب الخيط ده بيبقى هايش كده لأ بتجي له مادة تاني اسمه اسمها السيريسين ده بيكونوا هم الاتنين مع بعض الشرناقة بيكونوا ايه بيكونوا الشرناقة طيب بتكون نسبة الفيبروين من 75 ل 80% بتكون نسبة السيريسين من 20 ل 25% اللي هي المادة اللاصيقة دي او المادة الصمغية اللي هي بتلزق الخيوط على بعضها وبتعملك الشرناقة الاتنين مع بعض بيعملولك غلاف صلب ده بسميه الشرناقة وهوريك شكلها هي قدامك دي الشرناقة ودي دودة الحرير قدامك في الصورة اهيه دي الشرناقة بتاعت الحرير بيتم بعد كده معالجة او معاملة الشرناقة دي عشان يحل خيط الحرير منها ودي دودة القز ودودة القز زي ما قلتلك ان هي بتاخد خمس اعمار اللي هي اليركة بتاخد خمس اعمار ثلاث اعمار اعمار صغيرة عمر اول وثاني وثالث ثلاث اعماء وبعد كده عمرين اعمار كبيرة طيب بعد كده الاهمية الاقتصادية بالنسبة لدودة القز زيادة الدخل المربين خلق فرص عمل تقلل من هجرة الريفين للمدن تحول المجتمع الريفين المجمع منتج طيب لما اجي اقول لك ان دودة القز بتتغزى على ايه بتتغزى على ورقة توت يبقى لازم ادرس اشجار توت يبقى لازم ادرس اشجار توت طيب ادرس اشجار توت يبقى في الاول خالص هنقول التقسيم بتاعها اللي هو تبع ردبة اورتيكاليس العائلة موراسيا الجنس مورس النوع البا في منها انواع كتير او في اربع اصناف بيزرعوا هنا في مصر طيب الاهمية الاقتصادية لاشجار توت بقى ايه اوراقه لازمة لجزاء دودة الحرير التوتية سماروغانية بالسكر والبكتين والمواد السكرية والمواد البروتينية طيب باخشاب شجر التوت بتتميز بالصلابة اصنافه في مصر زي ما قلناها بلدي والرومي والياباني والهندي طيب الظروف المناسبة لزراعة التوت قلناها التقاصر بتاعها قلناها جنسي ولا جنسي الحشرات اللي بتصيبها والامراض قلناها برضو طيب هنشوف بعد كده بقى حاجة بسيطة جدا على الاسئلة يجي يقولك عللت وعرف الفترة من عام الف تمنمية وخمسين حتى حتى عام الف تسعمية بعصر بعصر النحل الزهد قلنا ايه لاني اكتشفوا فيه لانجل سروس اكتشف الخلية الخشبية والمسافة النحلية وجوهنز مهرنج اكتشف الاساسات الشمعية وهيروشكا اكتشف او اخترع الفراز يجي اقول لك اكمل انشأت وزارة الزراعة قسم النحل والحرير عام كام يبقى عام 1927 والمواطق المعزولة كانت عام 1959 من الاسئلة التانية اللي ممكن تجيلك اذكر اهمالك اقتصادية تربية نحل العسل قلتلك بالنسبة للنبات وبالنسبة للانسان من منتجات نحل العسل ما هو يفرز وما هو يجمع اذكر هذه المنتجات ما هو يفرز يبقى قلتلك زي الشمح زي قلتلك سم النحل يبقى ده كله يفرز طيب وما هو يجمع اللي هي اللي بيجيبه من برة اللي بيجمعه من برة ايه هو اللي بيجمعه من برة حبوب حبوب اللقاح ورحيق الازهار والمية والبروبليس طيب فيه سؤال تاني يجي يقول لك اكمل تفرز الشغلات الغذاء الملك لتغذية مين لتغذية اليراقاط وتغذية الملكات طيب خلي بالك اليراقاط من عمر يوم لعمر تلت ايام قارن بن افراد طائفة نحل العسل من حيث الشكل الخارجي قلته لك دلوقتي في المراجعة مدة الحياة ودورة الحياة في مدة الحياة بتختلف عن دورة الحياة دورة الحياة بالنسبة ليه الملكة 15 يوم ولكن مدة حياتها من سنتين لخمس سنين دورة حياة الزكر بتكون 24 يوم دورة حياته اما مدة حياته بتكون حوالي 3 شهور والشغالة 21 يوم ومدة حياتها من اسبوعين لتلت شهور وظيفتهم قلتلك على وظيفتهم النطج الجنسي قلتلك ان بيكون الملكة والذكر هم ناضجين جنسيا ما هي العوامل التي تحكم في نشأة افراد الطائفة نوع البيض نوع الغذى اللي هو بيغزوه ما هي الحالات التي يربي فيها البيوت الملكية طبيعيا زي ما قلتلك حالة التطريط حالة فجر الملكة حالة الاحلال طيب بعد كده اكمل وظيفة الملكة وضع البيض وافراز مادة الملكة وظيفة الزكور تلقيح الملكة العزراء بقي اعمال تقوم بها مين ايوة تقوم بها الشغلات تتكون الطائفة من كام ملك من ايه واحدة من ملكة واحدة ومئات نقط ومئات الزكور والاف نقط والاف الشغلات يبقى دي كلها اسئلة متوقعة ان هي تجيلك في الامتحان كيف يمكنك الاستداد على ودود الملكة قلتلك عليها كيف تستدل على فقد الملكة قلتلك عليها وخدتلك شرح كتير فيها دلوقتي في الحلقة دي وقلتلك عليها قبل كده طيب بعد كده يقولك اكمل يتم الفحص في الصيف كل كام كل سبعة ايام وفي الشتاء في الصيف كل عشر ايام وفي الشتاء كل من عشرين لتلاتين يوم يبقى ممكن في الشهر مرة من ادوات فحص التواقف ايه العتلة والمدخن والفرشاه يتم الفحص في الربيع كل كام كل سبعة ايام وفي الخريف كل عشر ايام لخمستاشر يوم من ادوات فحص الخلايا البلدية الصادف نقط ونقط ونقط الصادف والمرقاء والمفتاح او الغراب التدخين المناسب يؤدي الى ايه يؤدي الى هدوء النحل بينما التدخين الشديد يؤدي الى شراسة النحل يبقى ده تدخين وده تدخين ولكن ده مناسب وده وده شديد طيب من الاسئلة تانية اللي ممكن تجيلك ضع علامة صحة او خطأ الخلية الطينية اكبر تكلفة من الخلية الخشبية غلط الخلية الخشبية هي المصدر الرئيسي للشمع في مصر غلط ده الخلية الطينية هي المصدر الرئيسي للشمع عسل الخلية البلدية اجود من عسل الخلية الخشبية غلط الخلية الخشبية اكثر تأثر بالظروف الجوية خطأ برضو انتاج الخلية الخشبية من العسل اكثر بكتير من الخلية الطينية صح طيب اكمل الخطوات التي تتبع عند التشتية اجراءات خاصة بايه وبايه وبايه بالمنحل وبالطائفة وبالخلية بالمنحل وبالخلية وبالطائفة ده علامة اضع علامة صح برضو عسل القطلة اسرع انواع العسل قابلية للتسكر صح ترجع تربية النحل في مصر الى القدماء المصريين صح سعر كيلو بروبوليس يعادل 8 كيلو عسل غلط يتم تلقيح الملكة داخل الخلية خطأ واتمنى انتو تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة دي حلقة مراجعة هجي لك لازم الحاجات اللي قلتها هي اللي هجي لك في الامتحان لان كده انت تعتبر خدت كل حاجة في الحلقة دي عن النح الحاجة بقى اللي انت مش فاكرها كويس ارجع لها على حلقتنا اللي احنا عملناها وده كله فايدة لك انت واحنا عاملين الحاجة دي عشانك انت واتمنى انتو تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقابلكم ان شاء الله اتصل دراسة